المتعة هل فكرت في الموضوع ده هل فكرت في اللذة وحللت الموضوع يعني مثلا كتيرا أنا بخدم الخدمة دي بأشكال مختلفة هل نحن هنا في الدنيا لننفع أم نستمتع هل بتفكر في روحك كشجرة مثمرة نافعة يجي الناس يعضوا في الله أو تطرح ثمر للجعان ولا بتفكر في روحك كطفيل متطفل كائن طفلي بتمص من العائل اللي انت بتتطفل عليه يعني انت عشتك في النهاية قابل على روحك انك تعيش بس مصاص لذة عايز تمص لذة عايز تتبسط باللذة ولا غيرت تفكيرك عن نفسك انك نفسك تكون شجرة مثمرة بتطرح ثمرا وخيرا للآخرين لازم أفكر بالطريقة دي طيب وأوانا لما عيش شجرة مثمرة بتطرح مش هستمتع لا فيه متعة وفيه متعة محترمة فلازم أغير تفكيري في موضوع المتعة كمان أفكر في المتعة مثلا هي المتعة مدتها قد ايه يعني فكر في الخطيئة اللي زلاك وتعباء بتاخد متعة لمدة قد ايه وفكر في انك بتبني شيء في شخصيتك علشان تكون نافع ده هيفضل معاك قد ايه التفكير في قضية اللذة حاجة تانية ودي مهمة او انت فكرت في شخصيتك على فكرة اللي هتقهر الخطيئة أو اللذة وتسيطر عليها هي شخصيتك وانت بتشتكي وبتقول انا غلبان ومش قادر وضعيف ومعنديش ارادة طب عملت اي حاجة حضرتك انك تقوي الشخصية دي اشتغلت عليها تقول لي يعني ايه طاقة انك تقول لي يعني ايه اقولك مثلا انا عندي وعزة او فكرة بقولها بقول رأيت الناس يعيشون من اجل ادارة الانطباعات بدلا من ادارة الذات يعني دير الصورة اللي الناس بتستنتجها عنهم مش هم نفسهم بص ما بيصرفش مليم انجاز لي ما بيستسمرش جهد اطلاقا في ادارة الذات انه يعرف يقول لي نفسه لا لا مش هاكل كده لا هبطل دي لا هعمل رياضة لا هنام في المعاد الفلاني لا هقرى الكتاب الفلاني انت حارف ان واحدة من اقوى يعني سمات الزكاء الاجتماعي انك تكون بتعرف تنظم وتدير نفسك ولي ما عرفش يدير نفسه الكتاب قال عنه ده مدينة منهدمة بلا صور انسان ليس له سلطان على روحه وده فيما يختص بحياتي كلها مش بس بالفرع اللي انا بصارع فيه لكن مثلا بصحى امتى باكل ايه بلعب رياضة ما بلعبش بذاكر بنظم وقتي يعني بلعب فيديو جيمز قد ايه كل الحاجات دي بتشكل نوع الشخص اللي ينفع يقوم او ما يقومش فانت زعلان من روحك وجايت تشتكيلي وعايز حل سهل كده سحري بص انا واقع في الخطيئة دي وانتوا بقى بتعرف بنا وبتقولوا ان ربنا زعلان من الخطيئة دي ويقدر يحررك منها اه ويقدر يحررك منها يلا بقى اقول لي انا عايز اتحرر يا حبيبي انت اللي هتتحرر حضرتك مش حتة قلب طوب يعني مش ربنا هيجي يشيل ويحط فيك انت بني آدم ربنا عايز يطور لك شخصية تتحرر فتكونوا انسانا حرا وليس يعني صخرة تم تحررها فرق كبير قوي بانك تكون شايف نفسك عبارة عن حيوان تقبض عليه وحبسوه في الشبكة لكن في واحد كويس وطيب جي ورح نطلعه من الشبكة وبين ان ربنا يطور لك شخصية تتحر تكون انسانا حرا وراب نفسك اشترك ق Hutchسية اشترك على كل فعالي وستخدر في أجسع يتيقات